مساء الخير على كل متابعينا في كل مكان الحقيقة بعد توديع حلم الوصول للمونديال بعد الخروج على ايد السنغال حبيت استنى كده يوم واثنين قبل ما اتكلم معاكم لان الحقيقة في حيات كتير جدا الواحد كان عايز اتكلم فيها بس حبيت اتكلم فيها بهدوء مش في لحظات انفعالية في حيات كتير عايزين نتكلم فيها الحقيقة وعايز اشوف تعليقاتكم وقراءكم لان الموضوع مهم جدا احنا بنودع كسر عالم وبنرجع مرة تانية نضيع الفرص السهلة اللي قدامنا ليه فرص سهلة هو خلينا ما بدأين كده ما نيجي نفكر في الموضوع نشوف احنا ايه اللي حطنا اساسا في التصنيف ده ايه اللي خلانا من اساس نواجه السنغال ليه متخب زي تونسي واجه مالي ومصر تواجه السنغال يعني ليه المغرب تواجه يكون غاديمقراطية ومصر تواجه السنغال ما هو دي احنا اللي ضيعنا ده من ايدنا لما ترجع تبص وتفكر تراني الادارة من جهة بالتحاد الكرة السابق كانت ادارة سيئة جدا ان انت تخلي حسين بدلي ما لعبش موارات ودية في الوقت اللي كل العلم بلعب مطشاط ودية اخرج في التصنيف خلاك في وقت القرعة المهال كسر عالم دي اول نقطة اول نقطة واهم نقطة تحطيت قدام لحظك بقى السيئ كمان تحطيت قدام اقوى منتخب دلوقتي مصنف في الدول الافريقية منتخب السنغال فلما تبصت لان انت اصلا من البداية ما عندكش تخطيط سليم من البداية بتتصرف بفهلوة اللي موجوده ادعى الكرسي بتتصرف بفهلوة المهم عنده نخلص مطشاط الدول المحلي على حساب منتخب مصر وحلم الوصول لكاس العالم ادي اول نقطة لازم دايما نكون نفكر فيها وهو البداية السيئة جدا والتخطيط السيئ من البداية ليه بقول ده عشان اللي جاي لازم يكون فيه تخطيط لازم يكون فيه تخطيط سليم للي جاي كل حاجة لازم يعمل حسابها مفيش حاجة تتسابل الصدفة ده اللي احنا نستفيد منه ونتعلمه لان احنا لو فضلنا ماشيين كده على البركة من غير تعليم من غير تعلم من الاخطاء هتفضل تتكرر الاخطاء والاسف احنا بقلنا سنين بتتكرر الاخطاء فاول حاجة انت اخطأت في ادارة الملف من البداية بتجاهلك للمباراة والدية والناس كلها كيبتشد في شعرها ازاي احنا بلعبش مطشاط والدية العالم كله بلعب مطشاط واحنا المنتخب الوحيد اللي ما بلعبش مطشاط ده اول نقطة الحقيقة كان لازم نتكلم عنها نقطة تانية كمان مهمة جدا فكرة هو احنا عايزين نوصل كاس العالم لمجرد الوصول هو ده في حد ذاته فشل احنا لو ما كناش بنيين منتخب يوصل للتنافس في كاس العالم وخبه لك هنا من نقطة مهمة جدا فيه فرق ما بين التنافس في كاس العالم والتنافس على كاس العالم انا ما بقولش التنافس على كاس العالم دي حاجة ممكن تسعيلها على مدى بعيد شوي مش حرام ولا عيب انت تسعيلها بس دلوقتي بجدب لو قلتها لانه لسه احنا بعيد عن التنافس على كاس العالم وما فيش منتخب افريقي لسه قدر نوصل للمرحلة دي لكن انا بتكلم عن التنافس في كاس العالم يعني ايه التنافس في كاس العالم مش على كاس العالم على كاس العالم يعني انت بتروح تنافس على البطولة ده دلوقتي او اربع سين او تمان سين جايين مستحيل لكن بعد اربع سين وثمان سين مش مستحيل ابدا التنافس في كاس العالم في كاس العالم يعني ايه يعني تلعب هناك مباريات تنافسية يعني تروح تلعب قدام فرنسا مطش تنافسي تلعب وتقدي قدام منتخب فرنسا وتبقى ندل منتخب فرنسا وتخسر مش مشكلة توصل لحد دور التمانية وتخرج وانترافع الراس تروح تلعب قدام برازيل تعمل مباراة كبيرة جدا وتخسر مش مشكلة تلعب قدام اسبانيا وتكسب لكن ما توصلش لان انت تاخد البطولة لو ما كنتش بتفكر من دلوقتي ان انت تبني جيل يروح ينافس في كاس العالم يبقى انت مش هتوصل كاس العالم لان فكرة انت تعمل منتخب هدفه كل الوصول لكاس العالم هيبقى منتخب ضعيف غير قادر على الوصول لكاس العالم منتخب استنغال منتخب قادر على التنافس في كاس العالم منتخب الجزائر رغم ان هو ما وصلش لكن منتخب قادر على التنافس في كاس العالم وعلى فكرة لو بنيك جيل قادر على التنافس في البطولة وما وصلش زي الجزائر كده هتحزن عشان انت ما وصلتش لكن هتبقى مبسوط ان انت عامل فريق كويس والكل عارف ان انت عامل فريق كويس محدش هيلوم عليك وهتبعرف ان خلاص انت عملت اللي عليك والباقي ده بتعربنا لك احنا ما بنعملش اللي علينا لازم نعمل منتخب قادر على التنافس في كاس العالم وده يجي ازاي حقيقة يعني انا شخصيا مقدم مشروع لاتحاد الكرة المصري وموجود دلوقتي عندهم وهو مش هو ده الحل الوحيد بالمناسبة لكن ده واحد من الادوات والاليات اللي تقدر من خالها تبني جيل ينافس في كاس العالم وهو ملف المحترفين مزوجي الجنسية وشفتوا ازاي بتواصل دايما مع مدربي المنتخبات المصرية كلها من الاول لحد اصغر منتخب منتخب الاول لحد اصغر منتخب علشان خاطر نستفيد من اللعيبة اصحاب او مزوجي الجنسية اللي فعلا هم بيلعبوا الريدي في اوروبا ما عندهمش الخوف والرهبة لان انت اما بتجي تشوف لعيبتنا بتعب قدام السنغال مش منتخب البرازيل منتخب السنغال كل لعيبته محترفة في الخارج وبالتالي ما بتجي لعيبتك المحلية انها تلعب اصاد اللعيبة الموجودة برا بتلاقي رجلهم بتخبط في الارض بتلاقيهم خايفين جدا ليه؟ لانهم حسين هما بعيدة عن اللعيبة دي على عكس محمد صلاح او انني تختلف او تبطفق على اداءهم مش كويس لكي ما عندهمش حاتة الرهبة والخوف ودي نقطة مهمة جدا لازم اللعيب لما ينزل الملعب ما يحسش ان فيه فرق كبير ما بينه وبين اللعيبة التانية عشو نقدر يقدي ما غير خوف احنا لعيبتنا بتبقى خايفة وبالتالي العيبة اللي بتلعب برا قريدي هم بلعبوا قدام فرق كلها اوروبية قدام النجوم دي كلها في اوروبا فلو لعب اسبانيا زي ما يلعب السنغال زي ما يلعب برازيل على اقل حتة الخوف دي هتكسرها الحاجة التانية ان بيبقى عندهم تغزية سليمة وبناء سليم كل حاجة بتكون مبنية من تحت من الاساس بشكل سليم وبالتالي بيبقى عندك شخصية تقدر ان هي تتعامل مع الضغوط احنا شفنا احنا ازاي قدام الضغوط مع منتخب زي السنغال مقدرناش نتحمل الضغوط مقدرناش نستفيد من مباراة زي مباراة القاهرة اللي هي على ارضك ان انت تفرق فيها وتساعدك بعد كده هناك في السنغال فاحد الاليات هو اعتمد على العيبة مزاوجة الجنسية كمان لازم وده كلام اتقال كتير مش اول مرة انا هقوله الاندية لازم تساعد على خروج لعبتها واخص كمان بالتحديد الاهل والزمالك اكتر نادين بيتعاناتوا في خروج لعبتهم للخارج الاحتراف يعني عشان اطلع على العيب رمضان صبحي الاهل يقعد يطلب عايز خمسة مليون دولار عايز مش عارف ستة مليون عشان تريز جيه وفي الاخر رمضان صبحي ده لما راح عمل ايه ما هو في الاخر الاندية بره بتفكر كده ده العيب لسه ناشئ حصل قبل كده مع عمري زاكي راح وهب نزل تاني على طول ما كملش التجارب النكحة عندنا قليلة جدا الناس مش هببص عشان خطر محمد صلاح بس يبقى كل واحد طالع من مصر هيبقى محمد صلاح لا السنغال عندها ستين ولا اكتر لعب محترف لما تشوف القائمة بتاعتها تلاتة وعشرين محترف ده هو بيختار ما بين حوالي ستين سبعين محترف واخد منهم تلاتة وعشرين لعب كلهم محترف في اوروبا القاعدة كبيرة جدا فالوضع مختلف ومع ذلك السنغال بتطلع لعيبة تقريبا تشبه فور فري بتطلع لعيبة وبترجع بترجع تستثمر فيهم وبتكسب فيهم فلازم الانداء بتاعتنا تفتح الباب قدام لعبتنا الاحتراف وتسهل احترافهم خاصة زي بقول الاهل والزمالك هما دول المفروض اللي نضرب بهم المسا اللي بقى الانداء نهي تحزو حزوهم فدي كمان نقطة مهمة جدا كمان لازم فيه سقف للرواتب في مصر انت عندك اللعيبة هنا في مصر اولا الاقتصاد بتاعك ضعيف وتعبان جدا فمن غير المنطقة ابدا ان انت تدي رواتب يعني مبالغ فيها 30 مليون في الموسم و25 مليون في الموسم للعيبة في الاخر في ظل الاقتصاد هو اصلا ضعيف هو واقع الحاجة التانية ان انت لما بتدي رواتب كبيرة كده ما انت بتصعب على اللاعب فكرة انه هو يبقى عنده طنوحة انه يخرج انا دلوقتي عندي هنا شهرة وعندي هنا فلوس وعندي كل حاجة اللي يخليني اخرج واحترف بره وبالتالي هتفضل دائما ما تتقدمش لازم تفتح باب الاحتراف للخارج وتحط سقف للرواتب يخلي اللعيبة عندها دوافع انها تخرج الحاجة التانية في ظل الاقتصاد الضعيف عندك انت لما تيجي دلوقتي تدفع الرواتب دي كلها حتى انت كنادي لا تساعد على ان انت يبقى عندك اراد قوي انت بتدفع مبالغ كبيرة جدا لا تسترده مرة تانية لما تدفع مثلا لطرق حامد 25 مليون مع كم احترام من طرق حامد انا شايف ان كل واحد من لعيبة اللي كان لازم تكون موجودة في منطقة ومصر بالمناسبة لكن انا بتكلم بدي مساء طرق حامد او غير طرق حامد اي اسم اي اسم انا بتكلم عن اي اسم بين شرق اللعيبة وهو مش مصر اي لعب تدفع ل 25 مليون و 30 مليون وبعدين وبعدين ما بتجيش تطلعو وتسترد المبالغ دي لو هتسترد المبالغ دي اوكي يا سيد بس انت بتطلعوش بعد كي احترف يبقى انت بتخسر ماديا وفي نفس الوقت الدولة ما بتستفد من دخول دولارات داخلة للبلد لان انت تقريبا ما بتبقىش لعيبة وفي نفس الوقت بتضعف فكرة ان انت يكون عندك منتخب قوي عنده لعيبة محترفية دي كلها افكار لازم الناس تطبقها ولازم نهتم به التدريب تدريب المدربين اللي عندنا فيه عندنا نمازج طلعة من المدربين ممكن تكون نجحة لازم نهتم ان احنا نطور المدربين عندنا من اول الناشئين لحد الفرقة الاولى في كل الاندية ده مهم جدا غير كده كمان عايز اتكلم عن كارلوس كيروش حقيقة كارلوس كيروش وفكرة ان الناس تفكر ان هو يستمر وفكرة ان احنا ندعم الاستقرار طب هو كارلوس كيروش حقيقة هل هو فعلا يستحق ان هو يستمر ولا هو فكرة يلا استقرار وخلاص ما هو معلش يعني كارلوس كيروش النهاردة لما تيجي تبصيلها هتلاقي انه لا أضاف لك شيء كبير أنت قدام السنغال في أرضك 1-0 وربنا رزعك بأحسن سيناريو في العالم هدف أول ثلاث دقائق كمل ضغطه وروح ثاني عشان تجيب الثاني أو على الأقل تحاول يا سيدي عشان تساهل على نفسك مباراة العودة كارلوس كيروش لا تفعل ذلك رجع على طول وقفل ودافع وضع عليك فرصة ندمت عليها بعد ذلك هو ده كارلوس كيروش هناك في السنغال حتى اللعيبة في الشرط الثاني قاعدت حواليا ربع ساعة أو عشر داية في الشرط الثاني في نصف الشرط الثاني مسكت كرة وراحت بكورتنكو أن هنجيب جنين لزيزه ده معناه إيه؟ ده معناه أن أنت عندك تقدر اللعيبة اللي عندك ما فيش حجج ما فيش حجج يا كارلوس يا كيروش ما عندكش حجج عندك لعيبة قدرت تقف على رجلها وقدرت تهدد السنغال إحنا مجرد ما مسكنا كرة ما عملناش حاجة كبيرة قوي بس مسكنا كرة نقلناها السنغال حصل لها إيه؟ السنغالت رجعت وكشت وخافت وهو ده اللي أنا بتكلم فيه لازم تلعب كرة وإنت كان عندك فعلا لعيبة قادرة أنها تلعب كرة لكن أنت كارلوس كيروش كان عندك خوف وضيعت ده وضيعت هوية منتخب مصر نهيك بقى عن الاختيارات الغريبة وإسرار غريبة على استبعاد لعيبة زي أفشة واحد يبقى عندك أفشة وما تلعبهوش يشغل اللعيبة اللي قدام دي إسرارك على عدم استدعاء طريق حامد ونص الملعب بتاعنا انت شايف قد إيه؟ عنده ضعف في استخلاص الكرات اللعيبة في نص الملعب تخبط وانت عندك واحد دائما في نص الملعب معروف عنه هو قتالي في نص الملعب بيكل نص الملعب لوحده ما تحطوش حتى في القيمة الأساسية بتاعتك واحد زي عبدالقادر متقلق في الدوري ما تخدوش يا سيدي ينزل لك عشر دقيقة حاجات كثيرة جدا كارلوس كيروش يا جماعة ما ينفعش ان هو يستمر ما ينفعش كارلوس كيروش يستمر كارلوس كيروش عندما تجي تقايمه وتشوفه قدام الفرق الكبيرة ستجد ان هو لها مع 10 مطشات قدام الفرق الكبيرة سنغالة معها 3 مطشات قدام تونس قدام كودفور المغرب الكاميرون نيجيريا هذه الفرق الكبيرة التي واجهها كارلوس كيروش في مسارته مع مصر ستجد أنه في عشر مطشات مفاس غير مطشين مطشين بس أبكام عن مطشات الكبيرة أمام الفرق الكبيرة مفاس غير مطشين مطش سنغال عندنا هنا في القاهرة ومطش المغرب في كاس أفريقيا غير كده لا يكسب ويقفل يدافع ضرب الجزاء وانت وحظك هذا ليس مدرب يستمر أبداً من الذي يستمر بديل كارلوس كيروش؟ سأقوم بديل كارلوس كيروش لكن أريد أن أتكلم كمان في نقطة تانية نقطة محمد صلاح هو الهجوم على محمد صلاح هل هو مبرر أو تجني على محمد صلاح؟ أنا أريد أن أقول أن محمد صلاح الهجوم عليه ده شيء طبيعي وأنا الحقيقة الإعلام بجد في مصر إعلام غريب جداً الكلام اللي بتقال غريب الناس بتحسسنا دائما يا محمد صلاح فوق النقد يا جماعة عادي تنتقدوا لأنه فعلاً ما قداش هو أنت النهاردة حطت أمال على مين؟ مين اللي في منطقة مصر يصنعنا في الفارق؟ هو أنا أريد أن أقول كلمة هو ميسي في الأرجنتين بكل اللي بيعمله للأرجنتين اللي تقريباً شايل الأرجنتين لوحده أحسن لعب في العالم ويمكن في التاريخ الأرجنتين هناك في الأرجنتين بيعمله مع إيه؟ طول الوقت هجوم وسلخة على ميسي برغم كل اللي بيعمله ودايماً يتقال له ميسي ما بيعملش مع الأرجنتين زي اللي بيعمله مع برشلونة ليس هذا اللي كان يتقال دائماً مع ميسي من أول ما بدأ مع الأرجنتين لحد النهاردة دائماً الانتقاد رغم أنه تقريباً هو بينعب لوحده وشايل أرجنتين لوحده في معظم الأحيان ومع ذلك يتهاجم يتهاجم لماذا نحن عندنا في مصر دائماً يضعون محمد صلاح في نقطة أو في مكانة اللي هو ما ينفعش يتقرب جنبه أنا أتكلم كأعلام أنا أتكلم كأعلام أنا أتكلم كأجمهور الجمهور ينتقضون هذا طبيعي وممكن أيضاً لازم أن تضعه في قراصك هذا طبيعي هذا أحسن لعب جيف تاريخ مصر لكن عندما يقديش طبيعة ينتقضون طبيعي إنما الإعلام في مصر يطلع دائماً حاطة صلاح اللي هو لأه وصلاح وصلاح عمل وصلاح نجم كبير وما ننتقدش محمد صلاح ونحن نكره محمد صلاح اللي ينتقدوه بيكره محمد صلاح ده يبقوا أكتر ناس فرحانين بلا ما بيسجل أي هدف إن شاء الله حتى في المباراة الديام على ليفر كول يبقوا طائرين بالسما يبقى لأه حق الجماهير ينتقد محمد صلاح ومحمد صلاح لازم يعرف أنه ما قداش لمنتخب مصر زي ما الكل متوقعين منه أو متوقعين منه ومنتظرين منه لأن في المباراة مثلاً مثل السنغال وليس هذه المباراة الوحيدة للمحمد صلاح مظهرش فيها كويس لكن انت النهاردة مين اللي هيصنع الفارق؟ مش المفهول النزيزو هو اللي يبقى بيصنع الفارق آه كويس النزيزو يصنع الفارق بس الطبيعي إن أنا أستنى صلاح هو اللي يصنع الفارق وإذا كنت تطلع في لايف طوال المباراة وأحداثها وما بين الشوتين وأثناء الشوت الإضافية وقلت لحد المباراة خلصت صلاح مظهرش وقلت إن شاء الله الوقت الإضافي يكون هو ده وقت صلاح ووقت الإضافة من صلاح لكن برضو صلاح مجاش حتى الوقت الجزاء مش عيب إن انت تضيع وأي حد في العالم بيضيع وكل اللي عبت عالم الكبير جداً ضيعه بس انت زي تشوتها بالشكل ده يعني ممكن تحطها بما بين الثلاث خشبات وتتصد خلاص بتحصل بس ان انت تحطها في السماء بالشكل ده وانت أول واحد داخل تشوت وأحسن واحد ومفوض انت اللي تدي الصخة لزميلك كل ده بصراحة محمد صلاح لا لازم هو يقفى مع نفسه مش يطلع يقول له لو كنت أكمل لا انت لازم تكمل لأن دي بلدك وليك حق عليها ولازم تعرف ان انت ترجع نفسك ان انت لسه مقدمتش لبلدك اللي احنا منتظرينه منك بصفتك محمد صلاح كان مدهي انه هو مفاز بالبالندور انت لالوقتي مع منتخب بلدك قدمت ايه عشان تفوز بالبالندور شوف سادي ومانيل شوف في المواقف انا عايز في المواقف مصر كله وحش وكارلوس كيوش زي ما قلت سبب من اسباب الاساسية بسبب كلام مع محمد صلاح في المواقف الفردية المواقف الفردية لو عرضت لكم دوقتي شوفوا هدفه في منشيستر سيتي بياخد الكرة يرقص واحد واثنين ويحطها يا سيدي انا عايز المواقف الفردية دي تبان بس اعرف ان انت او احس ان انت فعلا من موت نفسك مع منتخب مصر ونخسر مش مشكلة بس انت عملت على قل اللي عليك فرقة وحشة على قل في الفرديات بتاعتك انت خطير بتخوف المنافس بتحوي مع المنافس تعمل خطورة شوفوا سادي ومانيل سادي ومانيل بيرقص بالواحد والاتنين وبتحس ان العيبتنا بتخبط وكوف بعضها اول مما ايه بيمسك الكرة مين انت يا صراحة انها حتى تانية دي نقطة كانت كمان مهمة جدا هعمل لكم فيديو كمان اقول لكم في رأي عن مين يكون بديل كارلوس كيروش في منتخب مصر ويا رب اتمنى مايتمش التجديد لكارلوس كيروش لان النغمة اللي انا اسمعت كابتا حزم امام بتكلم انه والله احنا عايزين نقعد ونشوف هو احنا بقينا كويسين ولا بقينا ما بقناش كويسين عشان نجددله هو الراجل ده دايما كارلوس كيروش يا جماعة لو نفتكر في كل كلامه كان بيقول لما كان الناس بتنتخد اي حاجة في البطولة العربية يقول انا جاي عشان كاسر عالم ما كانش بيسمح لحد انه هو انتخده تحت نغمة انا جاي عشان كاسر عالم طيب دلوقتي انت بوصلتش كاسر عالم خلاص يبقى نغمة انه نشوف احنا تحسننا ولا لأ اللي بيقولك ابتحزم امام محترامي طبعا غلط انت الراجل نفسه قيم نفسه بالوصول لكاسر عالم ما قيموش انت بتحسنته ولا لا داخل ان انت اصلا زي ما قلتلك قدام المنتخبات الكبيرة انت هتحسنت ولا اي حاجة انت كسبت مطشين من اصل عشر مطشات قدام الفرق الكبيرة فانت متحسنتش مش عشان انت وصلت فاينال افريقيا يبقى انت كده تحسنت ده مش المقياس وصلت له ازاي ده مش منتخب مصر ده مش منتخب مصر هعملكم فيديو عن خليفة كارلوس كيوش من وجهة نظري وعايز اراءكم وتعليقاتكم تسيبوها لي في الكومنس واشوفكم في الفيديو التاني ان شاء الله